بعد تصنيف لغات البرمجة وتقسيمها إلى الأمثل حسب الأداء والإنتاجية والبساطة والفاعلية والانتشار الآن جاء الوقت لتتويج الجهود وحسم النقاش سوف نجيب على أشهر سؤال في مجال برمجة الكمبيوتر السؤال الذي حصلنا بسببه على نصيبنا من النقد يا رجل بعضكم يمكن أن يصبح لاذعا قاسيا ربما ولكن لا يوجد شيء لا يمكن أن تصلحه بضعة إعجابات خاصة بعد الاستراك وتفعيل الجرس هذه الحلقة تأتيكم برعاية أكاديمية حسوب المنصة العربية التي توفر دورات شاملة في لغات البرمجة والمجالات الأخرى دورات تعتمد على التطبيق العملي تبدأ معك من الصفر وتصل بك إلى الاحتراف بالإضافة إلى هذا تتيح لأكاديمية أكثر من سبعة آلاف مصدر مجاني من كتب ودروس ومقالات لمعرفة المزيد عن أكاديمية حسوب ستجد الرابط في وصف الفيديو بالاعتماد على هذه المؤشرات الخمسة سنقوم بتحويل كل التصنيفات والمراتب إلى تقييم من خمسة على خمسة ثم سنقوم بتقسيم مجموعة تقييمات كل لغة على عدد المؤشرات الذي هو خمسة طبعا واللغة التي ستحصل على أعلى تقييم يمكن تسميتها لمؤاخدة أفضل لغة برمجة في العالم ليس هذا فقط بل سنشارك معكم في آخر الحلقة اختيارات الجمهور بخصوص اللغة التي قامت تتوجهها على أنها الأفضل الغاية من هذا العمل ليست النتيجة أو الوجهة التي سنصل إليها بل الرحلة إنها في حد ذاتها غاية بداية التصنيف لا ينبغي أن يؤخذ بكل هذه الجدية ولا أن يحمل أكثر مما يحتمل إنه عبارة عن اجتهاد ومحاولة متواضعة لنفض غبار الكسل وأنا لم أتدخل شخصيا في التقييمات بل كان كل شيء تحت إشراف مراجعة شخص نثق في مصداقيته إذن ما الذي أصفر عنه هذا التقييم الجديد وما هي أفضل عشر لغات برمجة لنبدأ بالمرتبة العاشرة والتي كانت من نصيب لغة تيب سكريبت بمتوسط التقييم 3.28 من 5 نقاط قوة هذه اللغة تتلخص في تبسيطها لمفهوم البرمجة الكائنية وفي عملية تطويرها الدؤوبة ولا ننسى أيضا أن هذه اللغة تم تصنيفها من قبل جيتهوب ضمن قائمة أحب اللغات لقلوب المبرمجين ولا عجب فهي من اللغات التي بسطت مفهوم البرمجة الكائنية وصنعت لنفسها مجتمعا كبيرا من المطورين أما المرتبة التاسعة فهي للغة السي بمتوسط تقييم 3.3 من 5 إنها أم معظم اللغات التي سنذكرها في هذا التصنيف لا ينكر فضلها إلا جاهل أو ناكر للجميل أما بخصوص نقاط قوتها فتكمن في أدائها الرائع وانتشارها اليوم بعد مرور كل هذه السنين اللغة عمرها خمسين عاما من ناحية أخرى للأسف عملية التطوير شبه متوقفة ولكن سأجادل وأقول ما حاجتنا لتطوير شيء بهذه المثالية والروعة أصلا في المرتبة الثامنة لغة سويفت بمتوسط تقييم 3.32 من 5 حين أرادت شركة أبل تطوير لغة برمجة قامت بنسخ لغة بايثون وأضافت إليها بعض التعديلات وأطلقت عليها سويفت السويفت هو نوع من الطيور وتعلمون أن الطيور هي الأعداء الطبيعية للأفاعي فهمتم المؤامرة؟ طبعا أمزح لا وجود لهذا لغة سويفت لغة جميلة جدا وتشهد نموا كبيرا هذه الفترة لا مفر منها إذا كنت تطور لأنظمة الماكينتوش في المرتبة السابعة لغة جو بمتوسط تقييم 3.34 من 5 اللغة التي طورتها شركة جوجل تحت إصراف أحد مبتكر لغة السي التوازن والاعتدال في كل شيء هذا هو عنوانها وسر قوتها في المرتبة السادسة لغة راست بمتوسط تقييم 3.38 من 5 اللغة التي تحظى بسمعة نظيفة نقاط قوتها سرعتها وبساطتها النسبية أما المجتمع فهو في نمو ولا نعلم ما الذي يخبئه المستقبل لهذه اللغة في المرتبة الخامسة لغة نم بمتوسط تقييم 3.48 من 5 هذه اللغة عبارة عن وحش كاسر تقريبا اللغة الوحيدة التي تجمع بين السرعة والإنتاجية والبساطة لا يوجد ما يقال عنها أكثر من أنها لغة سابقة لعصرها ولا أذري لماذا شعبيتها قليلة جدا ربما لأنها خجولة في المرتبة الرابعة لغة السي شارب بمتوسط تقييم 3.76 من 5 كما أن لأبل سوفت فلمايكروسوفت السي شارب اللغة المفضلة لذام برمجي أنظمة الويندوز ومطوري الألعاب نقاط قوتها الشعبية عملية التطوير المستمرة وبساطتها خاصة عندما يتعلق الأمر بالواجهات الرسومية ناهيك عن بيئة التشغيل الخرافية Visual Studio لا ليس Visual Studio Code أو أنك لا تستطيع التفريق بينهما حسنا أنظر هذا هو Visual Studio Code وهذا هو Visual Studio فهمت؟ تقول الإحصائيات بأن 68% من المشاهدات التي نحصل عليها تأتي من أشخاص غير مشتركين في القناة وفي الوقت الذي يظل في هسابه غامضاً صرح بصل موثوق لمجتمع Python العربي بأن ثلاثة ونصف أشخاص من كل أربعة مشتركين يتصفون بالذكاء والروعة احجز مكانك مجاناً عبر النقر على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب والتعليق وهنا سنكون قد وصلنا إلى المراتب الثلاثة الأولى بالمناسبة لقد قمنا بإنشاء موقع p-lang.top وهو مشروع غير ربحي للاستمرار في اختبار لغات البرمجة باللغة العربية سيبقى هذا العمل حياً إن شاء الله هناك سنضيف المزيد من التحديثات واللغات بشكل دوري الرابط في الوصف لنكمل الترتيب المرتبة الثالثة حصلت عليها بجدارة لغة الجابا بمتوسط تقييم 4.02 من 5 هل هذا أمر غريب؟ طبعاً لا لأن الجابا حسب منصتها الرسمية يستخدمها 10 ملايين مطور حول العالم وتعمل على أكثر من 56 مليار جهاز حالياً هذا ليس كلامي ولكن لا أستغرب ذلك لأن 70% من الأجهزة المحمولة في العالم تستخدم نظام الأندرويد والجابا بدون تفكير هي اللغة رقم واحد لمطور تصبيقات الجوال لغة ناضجة وعملية تطويرها مستقرة لا أعتقد أنها ستختفي قريباً فما زال بإمكانها تقديم الكثير في المرتبة الثانية وبمتوسط تقييم 4.16 من 5 تأتي لغة الجافا سكريبت أكثر اللغات انتشاراً وتنوعاً على الإطلاق ميزتها الخارقة تكمن في قدرة جميع المتصفحات على تنفيذها دون غيرها من اللغات وهذا شيء لا يستهان به لأن هذه اللغة تسيطر على الويب بالإضافة إلى سعيها الحثيث لكي تكون لغة باك أند وفرونت أند معاً أعتذر صديقي أبا وفاء لغة الجافا سكريبت بدأت تصنع الاستقلالية الخاصة بها تطبيقات الجوال مواقع الويب برامج سطح المكتب وأكثر كل شيء تقريباً يمكن بنائه الآن بلغة الجافا سكريبت لهذه الأسباب ينبغي أن تتعلم هذه اللغة إن لم تفعل بعد خاصة إذا كنت تود التخصص في تطوير الويب المرتبة الأولى حصلت عليها بمتوسط 4.5 من 5 لغة بايثون أعتقد أن شهادتنا في هذه اللغة مجروحة إنها أقدم لغة في قائمتنا بعد لغة السي والمفارقة هنا أن أغلب الناس يعتقدون أنها لغة جديدة لا أدري لماذا رغم أن تقييمها في الصرع ضعيف ولكن إذا سألتني بأمانة ما الذي يميز لغة بايثون عن باقي اللغات الأمر الأول بساطتها وخلوها من أي تعقيد يقف بينك وبين الإنتاجية والتركيز على الحلول الأمر الثاني ارتباطها الوثيق بتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكوانتية والويب 3.0 بل إن الأبحاث والفتوحات العلمية في هذه المجالات أصبحت كلها تصدر بلغة بايثون وكأنها صارت لغة قياسية في الأوراق العلمية ما الذي يعنيه هذا الترتيب؟ هل يراد به شيء مبيت أم أنه عبارة عن تطبيل صريح للغة دون أخرى؟ في الواقع توجد نية مبيتة وهدف خطير من ورائه هدفنا وغايتنا في هذه المادة أن تجرؤوا على التفكير أن تملكوا القدرة على طرح الأسئلة دون خوف بل أكثر من ذلك عدم الاكتفاء بالأجوبة العبيطة دعي الفضول يقودك نحو المعرفة يا أخ العرب بعيدا عن نظريات المؤامرة هذا التصنيف هو محاولة متواضعة للاجتهاد ليس إلا رحلة عجيبة عبر كل لغات البرمجة للتعرف على هذا العالم المذهل قطعا ليس دعوة لتعلم لغة دون أخرى فاللغة التي تحبها وتحس بالشغف نحوها هي المنشودة العاشق يرى ما شوقته دائما بعين الكمال ولا ضير في ذلك لا أزعم أنني رومانسي ولكن هنا سأقول لك اتبع قلبك وليس عقلك رغم أنني أضع بين يديك هذه المعلومات إلا أنني أريدك أن تستمر في تعلم اللغة التي تحب فهي أرجى لك الاستمرار فيها والصبر على مشقة الطريق حتى تحقق هدفك في هذه الحياة النتائج التي توصلنا إليها نسبية وتعتمد على البيانات التي شرحناها في الحلقة السابقة الآن سننتقل إلى اختيار الجمهور تصنيفكم أنتم أخيرا أصدقاؤنا في أكاديمية حسوب قاموا بإطلاق دورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة بايثون 44 ساعة من المحتوى التعليمي مع التطبيق من الصفر حتى الاحتراف وتحت إشراف مجموعة من المدربين المتخصصين وبالعربي هذه الدورة تؤهلك للحصول على شهادة معتمدة في تطوير التطبيقات بلغة بايثون بناء على تنفيذك لمشاريع حقيقية كما أنك ستستفيد من خدمات الإرشاد الوظيفي ومن الوصول مدى الحياة لتحديثات الدورة مستقبلا هذا والمزيد من المفاجآت التي يمكنكم اكتشافها عبر رابط الدورة في وصف الفيديو أيوب يسأل أيعقل أن لغة دارت خارج تصنيف النمو؟ حقيقة لا ينبغي أن تكون لغة دارت خارج تصنيف النمو فهي تزداد شعبية يوما بعد يوم ولكن من ناحية أخرى استخدام اللغة خارج إطار فلاتر يكاد يكون منعدما فلاتر من أكثر أطور العمل نموه ولكن لا يمكن لنا تصنيفه ضمن اللغات والله أعلم الكثير من المتابعين شاركون رؤيتهم حول اللغة التي ينبغي أن تتوجك أفضل لغة برمجة وأسفرت النتائج عن التالي في المرتبة الأولى تأتي لغة بايثون بنسبة 50% تليها لغة سي بنسبة 13% ثم لغة الجافا بنسبة 9% ولغة نيم بنسبة 6% الجافا سكريبت بنسبة 5% ولغة الـ HTML بنسبة 4% ثم تليها لغة راست بنسبة 3% ثم لغتي السي ودارت بنسبة 2% ولغات أخرى بنسبة 6% هذا مثير للاهتمام نحن أكثر قناة عربية تهتم لرأي المتابعين لهذا السبب سنقوم بمشاركة الكثير من الاستبيانات والأسئلة في حساباتنا على وسائل التواصل وسأعترف لكم دون مبالغة وبكل فقر لقد تعلمت الكثير منكم وطالما كانت رسائلكم وتعليقاتكم مفيدة لي شخصيا ومفيدة لجميع المتابعين ونعتمد عليها في محتوى الحلقات هذه قناتكم ولم نكن لنصل لما وصلنا إليه الآن لو لا فضل الله ثم دعمكم المستمر سؤال الحلقة ما هي أول لغة عرفتك بمجال البرمجة وهل تنصح المبتدئين بتعلمها أو العكس شاركنا تجربتك أخيرا شكرا لكم على التعليقات الطيبة بفضل الدعم والتشجيع نستطيع إثراء المحتوى العربي معا فنحن مجرد أشخاص يحاولون تخصيص وقت فراغهم لفعل شيء مفيد وأنتم لا تستهينوا بدوركم فكل الأفكار المجنونة التي نقوم بتجربتها تأتي من اقتراحاتكم شكر خاص لكل رعاتنا على بيتريون هؤلاء كلهم وحصرا من متابعي وأصدقاء القناة أشخاص عاديون لحظة من كتب أشخاص عاديون هنا لا يا عزيزي نحن العاديون هم الأمل والتغيير عاديون صراحة أصبحت أعرف السبب لما لا يأتينا الكثير من الرعاة إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة